هذه الحلقة من خمس اشياء برعاية لعبة ذكرو 2 هلا والله فيكم حلقة جديدة من خمس اشياء عنوان هذا الحلقة راح يكون شخصيات حقيقية ممثلين اطلعوا في العاب كشخصيات ثانية لكن الوجه يكون نفسها حلقة جدا ممتعة خلونا نبدأ اول مثل مشهور معانا هو وليام دافو وطبعا مثل كشخصية اسمه نيثين دوكنز في لعبة بياند تو سولز ما بيحرق عليكم مقولكم اش كان دور الشخصية لكنه كان دور له مهم جدا جدا في اللعبة طبعا اشهر افلامة اللي يمثلها هو فيلم سبايدر مان وكان بشخصية الشرير اللي كان ضد سبايدر مان جرين قابلين وشخصيا اقول انه اتمنى يسوون جزء جديد الباتمان ويخلون وليام دافو يمثل كجوكر بلا عليكم ما ينفع اسمه ضحكته بس وثاني ممثل مشهور معانا هو رامي مالك ومثل بشخصية اسمها جوشوا في لعبة امتيل دون مرة ثانية مقدحك عليكم وقولكم ايش كان دور جوشوا في اللعبة لكنه كان دور جدا مهم وايضا اكيد من الوجه اللي تشوفونا عرفتوا ان هذا الشخصية مثل فيه مسلسل مشهور اللي هو اسمه مستر روبوت وثالث مثل مشهور معانا هو كيفين سبيسي ومثل كشخصية جوناثن ايرنس في لعبة كول الف دوتي ادفانس وارفير طبعا من مننا ما يعرف كيفين سبيسي وطبعا اشهر شي يمثل فيه مؤخرا هو مسلسل هاوس اف كاتز ورابع مثل مشهور معانا هو الاسطورة جون رينو جون رينو هذا ممثل بشخصية اسمه جاكس يعتبر فرنسي في لعبة اونيموشا 3 ديمون سيج كان دوره انه يساعد سامونوسكي في القتال ضد الشياطين وايضا تقدر تحكم سامونوسكي وايضا تلعب بشخصية جون رينو في مقاطعة ثانية في اللعبة واشهر فيلم اشتهر فيه جون رينو هو فيلم ليون ونتمنى ينزون زي جديد لسلسلة اونيموشا لانها من السلاسل المحبوبة علينا كلنا واخر مثل مشهور معانا هو الاسطورة بروس ويلز وطبعا هذا اللعب كثير ما يعرفها مثل بشخصية اسمه تريكن كايت في لعبة اسمه أبوكليبس اللعبة ما هي جيدة اقولك ايام الحين لاحد يتعبتنا يلعبها لكن فكرة اللعباء انه فيه عالم مجنوني بيسيطر العالم وتريكن كايت او تريكن كايت اللي هو بروس ويلز يحاول يتصدى لها طبعا اشهر شيء بكل بروس ويلز اللي كلنا نعرفه سلسلة افلام داي هارد خاصة كلمته هذه يبي كاي يي ماذا